بحث وزير البترول طرق الملة مع رئيس شركة ألمانية والوفد المرافقة له الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة في مصر في مجال التعدين والصناعات المكملة له في ظل رغبة الشركة في إنشاء مصنع لإنتاك مركب الصناعيد صوديوم الذي يستخدم في معالجة واستخراج الذهب من الصخور وخلال اللقاء أكد الملة أنه في ظل التطور الملحوظ الذي يشهده مجال تعدين الذهب في مصر وفي ضوء نجاح مزايدة الذهب ودخول عدة شركات عالمية للعمل في هذا المجال الواعد في مصر أصبح هناك احتياجا لتوطين الصناعات للمنتجات المكملة لنشاط التعدين مشيرا إلى أنه يجرى حاليا دراسة جدوى إنشاء مثل هذه الصمصانع التي ستوفر منتجات تستخدم في نشاط التعدين ترجمة نانسي قنقر